السلام عليكم عزيزات الطالبات معكم مسندة من أكاديمية البشائر التاريخ اليوم 29-03-2020 بدي أحل معاكم تدريب واحد لأعطيتكم إياه واجب صفحة 114 كان بحكي لي هرم قائم ثلاث القاعدة ارتفاعه 15 متر وقاعدته على شكل مثلث طول القاعدة 10 سنتي أوجد حجمه طبعا في طالبات لما رسمنا المثلث هذا هو الهرم القائم القاعدته مثلثة هذا الارتفاع الـ 15 هو للهرم الآن بده حجم الهرم أنا بعرف أنه حجم الهرم هو مساحة القاعدة ضرب الارتفاع الآن القاعدة مثلثة كونها قاعدة الهرم مثلثة فمساحة قاعدة الهرم تساوي مساحة مثلث مساحة المثلث اللي هي نص ضرب طول قاعدة المثلث ضرب ارتفاع المثلث ويساوي نص ضرب قاعدة المثلث أعطانيها بالسؤال عشرة لكن هو ما أعطاني ارتفاع المثلث هو للقاعدة هاي القاعدة هاي هي هاي قاعدة المثلث قاعدة الهرم هي عبارة عن مثلث طولها عشرة سانتي لأن هذا الارتفاع ما أعطاني ياهو أنا لاحظت بحلكم أنه كل يادكم معوضين مكان ارتفاع قاعدة المثلث سبعة ونص مش عارف أنا من جايبينها يمكن قسمينها يا عطانين بس هو السؤال فيه معلومة ناقصة اللي هو ارتفاع القاعدة أو ارتفاع قاعدة الهرم المثلث هاي لازم يكون معطينية تمام فأنا رح أمشي على معظم الحلول اللي حلتوها على اعتبار إنه ارتفاع المثلث ارتفاع المثلث تبع القاعدة يساوي سبعة ونص سبعة ونص متر تمام سبعة ونص عفوا سنتيمتر طيب الآن ما يجب نعود بصير نص ضرب طول قاعدة المثلث عشرة في ارتفاع المثلث اللي هو سبعة ونص سبعة ونص ويساوي لما منضرب طبعا في اختصار عنا عتنين بواحد عتنين بخمسة إنه خمسة في خمسة خمسة وعشرين خمسة في نزل فاصلي خمسة في سبعة خمسة وثلاثين واثنين سبعة وثلاثين ونص سنتيمتر لاحظوا سنتيمتر مربع هاي مساحة قاعدة الهرم الآن بحسب حجم الهرم بقول حجم الهرم يساوي تلت ضرب مساحة القاعدة ضرب ارتفاع لمين؟ للهرم لا الهرم هذا كان ارتفاع للمثلث ويساوي تلت ضرب مساحة القاعدة اللي هي سبعة وثلاثين ونص حسبناها في خطوة سابقة في ارتفاع الهرم عندي قدية خمسة عش ويساوي في اختصارات عندي هون عتلات بواحد عتلات بقدر اضربها في خمسة ونضرب سبعة وثلاثين ونص في خمسة خمسة في خمسة خمسة وعشرين الاثنين الفاصلة بتنزل خمسة في سبعة خمسة وثلاثين واثنين سبعة وثلاثين خمسة في ثلاثة خمستاش خمستاش وثلاثة طمانطعش اذا مية وسبعة وتمانين ونص سنتيمتر مكعب هذا هو حجم الهرم إذن هذا التدريب كان فيه معلومة ناقصة ياريت نضيفها إنه إضافت معلومة باعتبار أن ارتفاع المثلث في قاعدة الهرم لقاعدة الهرم يساوي 7.5 سنتين متر هيك أنا حليت معاكم التدريب اللي كان معاكم واجب وياريت إنكم تصحيحوننا الإجابة الآن رح أبدأ معاكم بالمساحة الجانبية للهرم المساحة الجانبية للهرم إذن الآن المساحة خلينا أبدأ صفحة غيرها المساحة الجانبية والكلية للهرم لو أجيت أنا للهرم لما أجي أثكه أو شبكة الهرم لو لاحظتي بتلاحظ أنها عبارة عن مربع هرم رباعي القاعدة طبعا أنا أحددت يعني هرم رباعي القاعدة الهرم الشبكته بدأ تكون بهذا الشكل الشبكة تبعته بهذا الشكل تمام هلأ لما أجي أحسب المساحة الجانبية للهرم بدأت تكون مجموعة مساحات هذول المثلثات أربع Anytime ألم ساحة هذا المثلث الزائد peace المثلث الواحد عفرض أن أأخذ مساحة هذا المثلث مساحته بدأت تكون طول القاعدة هاي في هذا الارتفاع للمثلث مساحة المثلث الثاني هذا برضو طول القاعدة هاي اللي هون في الارتفاع نص طول القاعدة في الارتفاع ايضا لو بدي اجي احسب مساحة المثلث اللي بالاسفل بديسه ونص طول القاعدة في هذا الارتفاع اخر مثلث ده بدي احسب مساحة وبرضو بدي يكون نص طول هالقاعدة في ايش الارتفاع هلأ هذا الارتفاع بسميه الارتفاع الجانبي للهرم بسميه الارتفاع الجانب الهرم لأنه هو أصلا هيك لو بدي أجي أنا الهرم بشكل مضبوط بهذا الشكل فكل مثلث من هدول المثلثات ارتفاعه له هاد باعتبار هلا هذا يسمى الارتفاع الجانبي للهرم الارتفاع الجانبي للهرم الآن كونه بدي أنا مساحة جانبية إذن داخد مساحة المثلث الأول مع مساحة المثلث الثاني الخلفي مع مساحة المثلث الجانبية مع مساحة المثلث الامامي فكأنه أنت عم بتلف لف خطي مساحة هاد مع مساحة اللي بالخلف مع مساحة الجانبات مع مساحة هاد فأنا عم بلف لف كأني عم باشتغل عشغل إيش مخيط إذن باجي بقول المساحة الجانبية المساحة الجانبية لهرم تساوي الان كونه كل جانب اللي هي تساوي خنقول مجموع مساحات المثلثات مجموع مساحات المثلثات طيب مجموع مساحات المثلثات ويساوي الان كل مثلث مساحته نص ضرب طول القاعدة في الارتفاع صح ولا لا اذا باجي بقول نص كونه اربع بدألف بهذا الشكل اللف اذا نص ضرب محيط القاعدة ضرب الارتفاع الجانبي للهرم ضرب الارتفاع الجانبي للهرم هذا بيعطينا المساحة الجانبية للهرم لان لو بدي المساحة الكلية المساحة الكلية للهرم هلا الكلية بدأت تشمل الجوانب الاربع جوانب مع مين مع القاعدة حسب شكل القاعدة اذا مراه خلينا الان ناخد مثال على المساحة الجانبية والمساحة الكلية لسطح الهرم فبقول لي اوجد المساحة الجانبية والكلية لسطح الهرم المرسوم جانبا هذا هو الهرم لو طلعتوا على القاعدة تلاحظوا ان القاعدة عبارة عن مربع لان طول اطول اضلعها مالها متساوية اذا القاعدة مربعة الشكل لما بدي ااجي على محيط اذا عمشي على محيط المربع تمام الان المثلث الواحد تلاحظوا هذا اللي معطيه هي الارتفاع الجانب لالقاعدة فش precedنا كل an من المثلثات لها ارتفاع فهذا هو الارتفاع الجانب اللي هو هون هذا يمثل هذا الشكل الآن باجي بقول المساحة الجانبية للهرم تساوي نص ضرب محيط القاعدة ضرب الارتفاع الجانبي الآن القاعدة مربع إذن على محيط المربع ويساوي نص ضرب شو محيط المربع اللي هو أربعة في طول الضلع حطها بقوس أربعة في طول الضلع ضرب الارتفاع الجانبي الارتفاع الجانبي اللي هو كديش معطينا إياه ستة ويساوي نص ضرب أربعة في طول الضلع عندي أربعة في ستة مع الاختصارات إذا اختصرنا عتنين بواحد عتنين بثنين عتنين ضرب أربعة تمانية تمانية في ستة تمانية واربعين سانتي متة من ربع هاي المساحة الجانبية للهرم بهذا الشكل لأن لما بدي أحسب المساحة الكلية المطلوبة الثانية بدي أخذ المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدة إذن المساحة الكلية للهرم تساوي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدة القاعدة إيش قلنا؟ مربع لاحظوا هون بتكلم عن مساحة مساحة مربع بينما في الجانبية محيط القاعدة القاعدة يعني محيط مربع ويساوي المساحة الجانبية حسبناها بالخطوة السابقة 48 سنتيمتر مربع بنعوضها زائد مساحة القاعدة كون القاعدة مربعة شو مساحة المربع اللي هي طول الضلع الكل تربيع اللي هو طول الضلع الكل تربيع ويساوي 48 زائد طول الضلع عندي 4 تربيع اللي هو 16 ويساوي 48 زائد 16 ويساوي 14 5 64 سنتيمتر مربع تكون هي المساحة الكلية للهرم هيك عزيزات الطالبات أنا وضحت كيف بنحل المساحة الجانبية والمساحة الكلية للهرم نتذكر أن الجوانب لما بدي محيط جانبية هي محيط محيط المثلثات مجموعة المثلثات الموجودة عندنا بهذا الشكل تمام الآن الواجب اللي معانا الواجب اللي هو حل تدريب 2 صفحة 115 زائد تمارين ومسائل السؤال الأول زائد السؤال الثالث صفحة 116 والحصة الجاية إن شاء الله بنحاول نحل نعوم بياكم ونشوف كيف إجاباتنا وإن شاء الله تكون كل إجاباتكم صحيحة ويعطيكم العرفة ترجمة نانسي قنقر